عزيزي المشاهدين أهلا بكم في برنامج حياتنا طبعا حياتنا شاملة كل حاجة شاملة السلبي شاملة الإيجابي النهاردة هنتكلم في أكتر من موضوع بس قبل ما نبدأ بأي حاجة حابة أرحب بدي في الجميل أستاذ شريف نصير وهو هيطلع معايا في الفقرة التانية بس طبعا قبل أي حاجة برحب بزميلي ومصطفى أزيك مصطفى صباح الخير يا حنان صباح النور صباح الخير عليك وعلى جمهورنا هنبدأ النهاردة إن شاء الله في أول حلقتنا عن الموضوع اللي أنت تكلمت عليه قلت فيه حاجات سلبيات وفيه إيجابيات طبعا إحنا هنبدأ للأسف بالسلبي الموضوع اللي هو هزز مصر كلها في الأول الأخير اللي هو موضوع رجحي وموضوع محمود البنة موضوع محمود البنة هو للأسف إحنا زي ما قلنا هنبدأ النهاردة موضوعنا موضوع سلبي للغاية يعني فكرة العنف ما بين الأطفال وما بين المراهقين بقيت ظاهرة مش طبيعية موجودة في مصر بقيلها فترة طويلة جدا بس يمكن الدوق ما بقاش بيصلت عليها قوي غير لو كان متصور حاجة ونزلت على السوشيال ميديا زي ما حصل في القضية بتاعت محمود وراجح طبعا حاجة مؤسفة جدا المنظر اللي احنا شفناه شكل الشاب وهو بيتقتل شكل العنف اللي حاصل من طفل ما كملش 18 سنة او احنا لو هنقول ان زي ما بيقوله هو كبير او صغير الفكرة دلوقتي ما بقيتش فكرة هو كبير ولا صغير انا شايفة ان العنف اللي هو قتل بيه الشاب محمود البنة دي طريقة مش طبعية نفسي اعرف ده اتربى ازاي هي المشكلة كمان الكارثة الكبيرة في القضية ديك ان الولد ده يعني الموضوع انتشر وطبعا اتكلمه عن عيلته وتكلمه عن اهله طلع ان هو طالع من بيت ترباوي جدا يعني ما هي دي المشكلة الكبيرة المشكلة يعني ان مابطه ستة طبعا كله عارف القصة يعني ستة مدرسة هو انه والده وراجل مدرس انه جده وراجل فدي الكارثة الكبيرة اللي موجودة يعني اللي حصلت في الحادثة ديكو الولد كمان بيصلاح ابيض يريد الولد مثلا بمشاجرة عادية ويدل كمان ان الولد كمان يعني هو الولد مش بنتاجي خالص ما هي دي المشكلة الطعنات اللي ولد خدها كلها يتدل على انه ولد كلها حياة عشوائية كلها لكن هو المشكلة ان الولد طلع متمرس على الموضوع ده هو كان ليه قبل كده شغف كبير حاصل مع زميل لي بس ما كانش وصل للأكل هو المفروض ان هو نازل وحاطت في جيبه اصلاح ابيض ده واحد نوي على القتل جري وراه في المرتين ده مصمم يقتله ده مشكلة ان هو كان متربس بيه هو كان متربس بيه من قبلها فهو مصمم ان هو يقتله انا نفسي اعرف ده اتربس ازاي ده والدته اللي طلع اللي افتكرت ان هي عندها ابن دلوقتي طلع بتارد فلوس على والدة محمود مسؤول الموضوع ده كدبوه يعني حتى لو كدبوه الموضوع كده كده فيه خفاية كتير محدش هيعرفها ومعامري لو مهما اتكلمنا فيها فيه اسرار في كل قضية محدش بيقدر يوصل لها بس احنا لو هنتكلم مبدئيا ده اتربى ازاي ده الطريقة اللي اتقتل بيه هزميلو محمود دي تدل ان ده لو مترب في شارع سوري في الكلمة كان هيبقى في قلبه رحمة شوية عن كده كان هيبقى رحيم وهو حتى بيقتله فكرة ضربه يعني هنشوف الفيديو معنا تعتم Database ما بين البلطجة في الفيلم وبين البلطجة في الحقيقة لزوف النهاردة الولد بيتفرج على الفيلم أو بيتفرج على المتسلسل وبشوف فيديواته النهاردة السوشيال ميديا كلها مليانة فالولد بيحب يقلد فالولد بيستهول موضوع ده لا أنا مش معاك يا مصطفى أنا مش معاك في الموضوع بتاعني الولد بيقلد اللي شافه في الأفلام احنا من زمان طول عمرنا وحش الشاشة عمرها ما كانت بالطريقة دي ما كانش بالطريقة دي لأني الأخلاق اتغيرت التربية اتغيرت دلوقتي ما بقاش فيه كنترول على الأبناء في البيت دلوقتي بقى يعني زي الست مامة محمود هو نازل ماشي في صلاح أبيض ماشي دلوقتي بقت حياته الطبيعية شاب لسه ما كاملش 18 سنة مرافق طفل بس هو ده برضو يرجع للبيت في الأول وآخر دل أنا بتكلم فيه لأن هي وقعة الولد دي قالك أنها مش الوقعة الأولى ليه ديك أنها في كذا وقعة قبلها خلصت بالفلوس أو خلصت بالتراضي أو خلصت فهو الولد يعني فيه فيه تسيب في البيت يعني بطريقة بطريقة وصل فيها للموضوع اللي هو وصل فيه ده هو المشكلة مش بس تسيب هو المشكلة عدم تربية من الأساس إحنا بنتكلم على نموذج شوفناه للأسف ما فيش واحد في المية تربية الطريقة اللي قتل بيها محمود بعيدا عن التعاطي وبعيدا عن أي حاجة يعني عن القضية أصلا كلها لو هنتكلم على شكل فيديو مجرد إحنا شوفناه مش طبيعي شكل القتل مش تربيعي ده واحد 18 سنة والدته فين في التربية بتاعة القصة بس إن هو ولد 18 سنة يحمل سلاح أبيض ولد هو 18 سنة ده يعني لسه خارج سنة أو داخل جامعة أو في جامعة النهوي بشيل سلاح أبيض دي كارثة النهاردة الولد يعني مثلا النهاردة بيتكلموا عليه النهاردة الأطفال هو في السن ده بيتكلم عنه أو عايش حياته إزاي لا يعني حياته الطبيعية بيتكلمي ولد بيلعب في السوشال ميديا فيسبوك بيتابع ماتشات كورة بيتابع تيك توك حياة طبيعية لكن إن هي توصل إن النهاردة مثلا إن وصلوا لأطفاله النهاردة يبقى سايل سلاح أبيض دي كارثة أنا حابة أوجه رسالة لولدة محمد راجح طبعا إحنا في البداية إحنا كلنا بنطلب بالإعدام لو هنتكلم بعيدا عن الإعدام أنا حابة أوجه رسالة بس لوالدته أنت جاية بتعرضي فلوس على أهل محمود أو بتعرضي فلوس على البنت إنها تقول إنها خطبته أنت دلوقتي افتكرت أني عندك ابن كنت فين طولة 18 سنة دول فين التربية إحنا ما شفناش 1% تربية مش قولة بقى بالدروس الخصوصية هي المفروض تربوية هي بتربي جيل يعني أنت قاعدة بتربي جيل خارج البيت وسايبة اللي في البيت ما فيش تربية أصلا ده لازم يكون إعدام مش إعدام بس عشان خاطر القتل والله هو عمله ده يكون إعدام عشان خاطر يكون نموذج لكل الشباب اللي في سنه لكل الأطفال اللي في سنه هو مش شاب لكل الأطفال اللي في سنه القضية دي هتفتح لنا طريق الموضوع ده إن شاء الله هيبقى فيها حل وبعدين الحد أصلا في القانون اللي هو حمل السلاح الأبيض أو بيعه إحنا شايفينه النهاردة في قضية تانية تفتحت بتاعة اللي هو بتاع الكورة ده اللي هو كان بيسلع أبيض في فرح ده الداخلية قدرت توبط عليه فالموضوع يعني بتهالي الداخلية هتقدر تلمه في الفترة الجاية هو الموضوع الكبير وعمال بيكبر مننا للأسف مشكلة الكالسة الكبيرة بس إن الموضوع ده لعما تفتح نطلع فاصل أول خلاص مي طيب نطلع فاصل ونرحب طبعا بأستاذ شريف في الفقرة التانية نكمل مواضيعنا مواضيع حياتنا والنهاردة بنتكلم على العنف في الشرع المصري خاصة ما بين المراهكين طبعا أنا أحب الأولى أرحب بأستاذ شريف نصير المستشار بالاستقناف العالي أهلا بيك أستاذ شريف منوارنا في اللي بستوديو طبعا حضرتك عارف القضية اللي هزت الرأي العام بقالها كم يوم قضية محمود البناء ومحمد راجح مبدئيا أنا عايزة أعرف إيه رأيك في العنف اللي بقى حاصل ما بين المراهكين في الشرع المصري بكسرة في الفترة الأخيرة بشكل مش طبيعي طبعا الموضوع باختصار راجع يعني أنا شايف أن يتحملوا المجتمع بأكمله سواء وزارة التربية والتعليم سواء وزارة الداخلية سواء وزارة الشؤون الاجتماعية أعتقد أن هي المسئولية متكاملة وبترجع في الأساس للسوشيال ميديا والإعلام إحنا عندنا مشاكل كتير جدا مش هتكلم عن أفلام أحد المخرجين أو المنتجين لكن السوق بقى مفتوح زي ما بيقولوا والعنف بقى مباح وبقى دال عادي لدرجة أنه عنينا تعودت عليه خلاص يعني إحنا نشوف واحد طالع شكرا أنه بيزيد طبعا نتكلم عليه وبيزيد بقى بيحترفوا فيه فبيزيد كمانا فإن واحد طالع بمطوأ أو بسكينة أو أن بطل الفيلم طالع مجرم بقى شيء مستحب بقى الشباب والأطفال حابين حاجة زي دي إنه طالع مجرم طالع بلطاجي هما بالنسبة لهم دي بقت شخصية أنا أحب أوصل لها أنا مش عارفة زي يعني الفكرة ده وصل للشباب بتاعنا هي دي المشكلة إن الفن بقى يدعم حاجات لكن ما ننكرش إن فيه جبيات في الدولة كتير خاصة بالفن أو الفن لكن السلبيات دي غزت جيل بقى لنا عشر سنين تقريبا لا بننزل الجيل بينزل الأطفال والشباب بينزلوا جرائب العنف الخاصة تقريبا وتحديدا موضوع عليكم عن موضوع راجح ومحمود البنة هي مش أول حدثة لكن إحنا لو ركزنا شوية الموضوع ده ما بيحصلش في الصعيد ليه؟ موضوع إن واحد يعكس واحدة إن 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 ما بيحصلش في الصعيد لإن هناك محتفظين بعداتهم وتقاليدهم مسئلة المشكلة يعني برضو مش عايزين نختصرها في الليه في المعاكسة لإن بعد الحدث ديك اكتشف لنا إن فيه عشرات الحوادث عن القتل بإصلاح أبيض عن أطفال أو كبار يعني هي القصة كلها مش في قصة راجح بسو مصطفى ابحث عن أصول كل الحوادث دي هتلاقيها خاصة بأمور المراقبة كل الأمور دي هتدور هتلاقيها خاصة لو نرجع بالذاكرة كده ونفتكر عضية الطفلة زينة كنت لست أتلم حالتك عليها عضية زينة بتاعة بورسا كانت إشكالية كبيرة لأن القانون وقف عاجز عن تنفيذ حكم إعدام في قاتل موضوع تصب وقاتل وقف عاجز يعني فيه خلل هنرجع له في قانونية العقوبة لكن اللي نقدر نقوله أن قانون الطفلة في مصر قانون 12 لسنة 96 وتم تعديله معدل قانون مدارس التجارية ومدارس التجارية ومدارس السنوية جي بواقف عسكري عند الباب بتاع المدرسة يمنى عن شباب صغرين يعكسه الشرطة العسكرية ما بقتش موجودة في المدارس خالص نحن كان أيامنا الشرطة العسكرية منيجح في حياته العملية هو شايفه ده قدوة أنا معاكف القصة هو شايفه قدوة لا بس أنا عندي أنا معاكف القصة أنا معطرد أنا ومصطفى في بداية الحلقة أنا معطرد على فكرة أن الأفلام هي السبب الرئيسي في أن وصلت الشباب للشكل البلطاجي اللي هو حبيب يعيشه التربية التربية الأساس النهاردة البيت ده سعيبه النهاردة قدام إيه أو فيش ركابة قدام شاشة تلفزيون أو شاشة موبايل نهاردة أنا قدوتي مين قدوتي الفنان كذا أنا بتفرج عليه بتابع الولاد النهاردة بيعملوا الرأسة بتاعة الفنان دوك وبتاعة المطرد دوك يعني حتى بيقلدوه كمان بس أنا شايفة لو في ركابة يا أستاذ شريف من الأهل في البداية يعني والدة محمد راجح للأسف هي المفروض أن هي ستة تربوية أنت قاعدة بتربي في أليان دي الكبسة الكبيرة كمان ولفى وشك عن بيتك عن ابنك والله أنا بالرغم ده أنا مستغربة جدا يعني رحم الله الشهيد محمود البنة لكن أنا مشفق في نفس الوقت على والد ووالدة القاتل لأن هما دلوقتي أنا عارف هما دلوقتي بيراجعوا نفسهم إحنا إزاي ربينا لحد ما وصلنانا للمرحلة دي بس هما الحد دلوقتي بيصلحوا غلط بغلط لا بس إذا لو حدثة أولى ممكن نقول آه بيتتاشفك عليهم لكن هو الموضوع انتاشر ويدنا أن الولد ده أصلا محتاد على الموضوع ده يعني أنت النهاردة ما تدخل أصلا على صفحيته وجدنا الولد صاحبه مثلا بيقول له كل سنة وانت طيب يا قاتل هو ماسك السنجة في يده لا أصبك منه ماسك كمان أن صاحبه أصلا ملقبينه كان هم عايش في شخصية ومنطقة أريافة معروف فالولد طوله معروف يعني بواجهه يعني مش في المدينة لا ده معروف في المنطقة ومعروف في المكان أنه الولد ده ولد بلتجي ولد بيشرب ولد معتاد على الخناءات ولد معتاد على المعاكسة البنات على التحرش لا أنا أعتقد أنه هو النيابة العامة مش هتعدي الموضوع هو الموضوع مش هتعدي وكلام النيابة العام يعني يطلع فيه الكلام النيوصاري يا أستاذ مصطفى على السوشيال ميديا اللي من دول بخصوص الموضوع ده أن لا ده سنه أصغر ده سنه أكبر ما دي بقى القصة العزيز ألك فيها يعني فيه بطاقة النهاردة اللي طلقت له ديك معروفش يتظهر معنا ولا لا هي البطاقة إنه هو واحد خمسة فالكصة قالك إن هي البطاقة حتى قالك تبهية لو البطاقة موجودة قالك فيه برخصة كيادة ورده ما تأكدناش منها يعني هي رخصة الكيادة مش المفروض إنها بتطلع من سنة 18 سنة؟ يعني هو لو حصل على رخصة الكيادة يعني هو كده مكمل الثامنة بالزبط بالزبط بس الكلام ده لو فيه رخصة الكيادة ما هو للأسف فيه لعبة في الأوراق يا أستاذ شريف من بداية القضية ما بدأت الناس تعرفها لا بس داك هتوصلوا ويصنوا بقى من عن طريق المدرسة وعن طريق الأوراق دي مش قصة نتكلم بس عن قصة البطاقة يا أستاذ حنان بارح انصارت الموضوع نحن برضو عشان النيابة العامة عندنا جهة تحقيق محترمة جدا وفهمة بتاعمل إيه علشان النهار ده أنا أقدر أتحقق من سن الولد ده فيه طرقه كتير جدا جدا تعليمهم من البداية لو قدرت أهليته إنه هم حد يتواطق معاهم من الدولة على أساس إنه هو يلعب له في شهادة أو يلعب له في مش هيقدر في كل جهات بعد الموضوع النقب العامة لما طلع بنياب نفسه وعن الموضوع يعني فهذا موضوع خلاص فموضوع تسنين الولد أو سنه كام أو هيحاكم أمام حاكم الجنائية أم حكام الجنيات أم حكام الطفل دي مطروقة لنيابة العامة وأعتقد هي نزيهة وحريصة على الدعوة طبية القصة دي هنسيبها للقضاء للنيابة طبعا نحن عايزين بقى قصة المعالجة المعالجة أصلا إحنا وصلنا برضو أنا عندي مشكلة كبيرة جدا يعني إن إزاي في الوقت في الوقت اللي إحنا فيه دلوقت يدوك وبنتكلم عن ولد حامل سلاح أبيض من أب وأمه طربويين الرقابة الرقابة انزل للمدارس يا أستاذ مصطفى انزل للمدارس النهاردة هتلاقي أصلا بتبع فين بتجاب منين لا التلبة أنا بنيش دعوه بسلاح الأبيض بسلاح الأبيض ده اللي قادر يشيله ممكن يجيب سكينة وجام البيت طالما هو أقدر يشيله فادي مش مشكلة صورة بس الإعداد خدها بس ما الحقش إنه هم شكل ألم والمفروض إنه هو جوه الألم سكينة صغيرة يشتبكوا التلاميذ مع بعض وبيعوروا بعض بقى بكل بساطة هو الموضوع أنا معي أسلاح أبيض مجرد ما حد يتعرض لي خلاص بكل بساطة هطلع السلاح واعتجي على صديق ليا أو زميل ليا حتى لو وصل الموضوع للموت طيب أنا عايز أتكلم معك في نقطة تانية نفترض إنه محمود زي ما هما سوري محمد زي ما هما بيقولوا عنده 18 سنة والمفروض إنه هو هيتعاقب بقانونه التفل اللي هو عقوبته هتبقى من 7 سنين ل 15 سنة تقريبا مش من هي أقصى عقوبة فيه 15 سنة طيب يطلع خاصة السلوء ياخد نص المودة مش شرط لكن الأستاذة أنا عارف يعني أتكلم في هل ممكن يكون فيه استثناء لأن الشارع بيغلي بسبب الجريمة دي الاستثناء في القانون صعب جدا لأنه دي كوانين كلنا ماشيين عليها بس حاجة القادي لما يجي يتفرج منظر زي اللي في الفيديو استثناء وحيد يا أستاذ حلي هينزلوا الفيديو بس نشوفه الاستثناء الوحيد إنه يحاكم أمام محكمة غير محكمة الطفل إنه يكون معاش ريك في الجريمة بالغ عدة 18 سنة الكلام ده لو ثبت إن محمود دفع محمد دفعا سنه معداش 18 لو مع حد مشترك في الجريمة والنيابة العامة نزلتوا بتهمة ده الاستثناء الوحيد اللي خليه ينزل متهم في محكمة الجنايات مش عمام محكمة الطفل هذا الفيديو أستاذ شريف على الشاشة دلوقتي طبعا هو منظر مش طبيعي خالص شكل العنف أصلا هم مشكلة إنه ولد بي يعني بيغرب منه شكله هو بيجري منه هو مصمم مصمم على إنه هو يقتله مصمم على إنه هو ما يسيبوش واحد عارف إنه هو نازل يقتل شخص مش مجرد خناقة ما بين اتنين صحاب لا ما فيش شك إن الموضوع مبيت النية يعني هو مبيت النية إنه هو ينزله وده واضح حتى الولد بيحاول يتلاشاهم عايز يهرب عايز يجلي وهم مصممين طيب فيديو زي ده وطبعا فيه فيديو تاني وهو فيه ضرب عليه أكتر وطبعا فيه سور لي وهو وهم قتلينه وهو ساحب دمه زي ما بتقوله بس القاضي لما يجي فرج على حاجة زي دي ما فيه زي ما فيش استثنائيات في حاجة معينة ليه طريقة واحد بالغ ليه طريقة دفع ليه قريمة وترتقي إلى الدليل لكن هي محكومة برضو بتحريات المباحث عن ظروف وملبسات الواقع كاملة إحنا مش هنقول أو مش عايزين يتجنى على الشهيد الله يرحمه على محمود لكن إحنا هنقول فرضا إن كان هو اللي تخانق مع الولد الأول هو اللي عمل مشكلة معه الأول والكاميرا ما جابتش أو الفيديو ما جابش الكلام ده إذن إحنا ما ينفعش نسبة لأحداث ونحكم باللي بنشوفه بس النيابة العامة هي اللي هتحقق وهتشوف الواقع بصورة كاملة وهي اللي تقدر تحط قد ووصف للواقع لكن إحنا اللي ظاهر لنا آه فيه صبت إسرار وترسل الولد مبايت النية من قبليها فيه محادثات ظهرت لهم صوتية أو محادثات كتابية اللي هو بيهدده نتأكد من صحتها لكن دي كلها بالضغط زي ما قلت يا أستاذ مصطفى كلها ملك النيابة العامة إحنا نتكلم في الموضوع زي ما قلت بشكل عين أو الشرع بيئن والشرع من الحادثة دي وغيرها حوادثة دي عايزين الحلول طيب هو إحنا عشان خلاص وقت الحلقة العرب يخلاص أنا عايزة في آخر حلقة إن إحنا بالناشد إن القانون يتعدل بدل سن 18 سنة بدل سن 18 سنة تبقى 15 سنة لأن الجيل يتغير الجيل يتغير واختلف كتير قوي عن الأول والطفل تربيته اختلف طبعا كلام خليف صحيح أنا عايزك توجي رسالة دلوقتي للقضاء وتوجي رسالة للشرع المصري بالناشد المشرع إن هو ينظر في تعديل الفئة العمرية لمحكمة الطفل وإن التجديد لازم يبقى عقوبة مغلزة يعني أنا على سبيل المثال قبل ما نختم كان فيه قاضي سعودي وهناك فيه القانون المطاط من الدين الحرية للقاضي شوية طفل صغير التكب وقعد سرقة القاضي حكم عليه بإيه حكم عليه بإيذاء ودار رعاية ويكتب بحث عن السرقة يعمل بحث عن السرقة الولد سلوكوياته تغيرت تماما احنا عايزين عارف ركابة الدولة هنا شكرا طب الوقت الحلقة للأسف خلص احنا الموضوع كبير جدا مش أصلا يعني نص ساعة دي قولها يلا عليه احنا محتاجين حلقات طبعا طبعا بشكرك يا سيد شريف جدا شرفتيني النهاردة في البرنامج طبعا الموضوع مش صغير والموضوع مش هيخلص مش بس عشان خاطر محمود أو محمد ها هي بقت مشكلة مجتمع وقضية بوجه رسالة لأهل محمد يا ريت تعرفوا مغلقوا وتشوفوا ممكن تصلحوا الأمور بشكل صحيح مش بالرشاوي ولا بالتزوير بلاش نصلح غلط بغلط أكبر منه انتظرونا في حلقة تانية في برنامج حياتنا طبعا بشكركم وبشكر مصطفى بشكروا طبعا يا سيد شريف تنزرونا في حلقة قدامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر